عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء خلال الاجتماع قدمت وزيرة البيئة عرضا تفصيليا حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين موضحة أنه تم إصدار 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى 16 من شهر سبتمبر الجاري وكذا توقيع عقود مع خمسة مصانع أسمنت الإدارة وتشغيل 13 مصنعا لتدوير المخلفات أفادت توزيرة البيئة أنه في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة المخلفات والمحميات الطبعية تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة ما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء من بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة تنمية الصناعة وذلك للتفتيش على المصانع ومتابعة خطط الإصلاح البيئي بها